أنا كيف بواجه الزنب هو أنه فيه شغلتان تعلمت أعملون أول شيء أنه أعلن الحق في أي كثير تقول أنه بتقول أنه لا تشمي تبيع دواتي انسقطت أقوم لما يكون عم يشمت أوقات إبليس فينا بتذكره أنه أنت ما تتدخل بينه وبين الراب هو خلي قدبنا هو اللي بده في عمله فييا بس أنت ما تتدخل خليك أجانب شغلة تانية أوقات ما منكون وعيين للأفكار فأوقات منلاقي حالنا كتير تعبنين ومطرح كتير صعب منكون مش قادرين نعرف ليش نحن تعبنين نكون هو أفكار والأفكار عم بيكبأ إبليس علينا فالشي اللي كتير مهمنا عمله هو أنه نفضح هيدا الأفكار أوقات أنه أحكي مع حدا قادر يفهمني لو أنا عارفة أنه هول الأفكار غلط إلا بس لما قولوا على صوت عالي هدا شي كتير بيساعدني أنه أفهم شو الحقيقة وشو اللي نعم 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 إن شاء الله ولا مرة تبطر توقع بشي وتحس بالزم أنا بس بدي أقول آية ساعدتني كتير بما معناه أنه يستطيع بياخد خطيانة ويكبأ ببحر النسيان في هيدا الآية كتير بتشجعني لأنه كنت دايما نقول أنه دايما الإبليس عنده طريقة دايما يذكرنا بالماضي دايما يذكرنا بالأخطاء اللي احنا عملناها بس لما تذكرت أو لما حدا قال لي هيدا الحق إنه بس تطلق من الرب يسامحك فهو خلاص كأنه كبأ ببحر غميء وبقى بيرجع بينبوس فيها فهيدا الحق كتير ساعدني حلو راح تامار دغري على تالت سؤال وحكى فيه معكم شو هي الآية اللي بتأسل فيك وليش بلش توي في آية حافظها وبتحبها عملت معك تسير في آية هي وأن كان الروح الذي أقام يصام الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائتة أيضا بروحي الساكن فيكم أنا هالآية بتحط حد جواتي كتير كبير إنه نفس الروح لأقام يصوم من الأموات نفس القوة هي زيتا ساكن فيي فهل أنا مضبوطاً بعيش حسب هيدا الواعد حسب هيدا الحق لأنه بعتقد إذا إذا كلنا أخذنا هيدا الحق وعيشنا فيه فينا غاية لبنان فينا غاية العالم عن جد بس هي عملية بتاخد وقت وقت إلا تقام المسيح كاتير لكنني yaşam م советوك إنه أنا بدي حط كل عيون عليك بدي أعطيك كل شي فيه بناس وقت بدي هيدا الحوة كلمة المجد اسمك بدي هيدا الحوة كلمة أنت تسخدمنا أنا هالآية الأكثر شيء تأثر فيها نعم نعم شكراًا بشكراًا مارك بس تقليل المترجم للقناة